شكرا لك كابتن الكبير كابتن ايمن شوئي كل التحية لك طبعا وكل التحية لكل مشاهدين متابعة قناة الاهلي في كل مكان النهاردة يمكن متوجدين فيها الاسكندرية حيث مباراة الاهلي والمصري فيها الجولة 32 من بطولة الدور العام كل توفيه ان شاء الله لفريق النادي الاهلي في هذه المباراة دوافع متجددة ورغبة اكبر ان شاء الله وشخصية النادي الاهلي بإذن الله يكون في هذه المباراة عايز اتكلم معك كابتن ايمان طبعا في البداية عن كل الكواليس الخاصة بفريق النادي الاهلي فندو لقامة تدريبات الاخيرة لاستعد من خلال الحقيقة لنادي الاهلي بقيادة بيتسو موسماني المدير الفني لهدي المباراة مشاهدة الهايلايتس الخاص بفريق المصري خلال الايام الماضية تجديد الرغبة والدوافع كان امر مهم جدا الحقيقة من الجهاز الفني بالكامل على رأسهم طبعا فيتسو موسماني كابتن سامي قمصان الكابتن سيد عبدالحفيز اللي اليوم دور كبير جدا مع فريق النادي الاهلي بجانب اللاعبين الكبار مرحلة مهمة جدا ومرحلة فيها تحديات كبيرة لفريق النادي الاهلي لكن في كل مرة بنأكد هذا الامر ان شاء الله بالجدية الكبيرة المشهود عليها لنادي الاهلي ولعبته بأمر اللي ان شاء الله نقدر نصحها الاخطاء في خلال المباراة المتبقية يبقى الامل متواجد رغم ضعف الامل ويمكن رغم الصعوبات الكبيرة لكن يبقى الامل متواجد وده اللي عودنا عليه الحقيقة النادي الاهلي وجمهوره ولو بخص جمهور النادي الاهلي كابتن ايمان الحقيقة جمهور النادي الاهلي جمهور عظيم وسيظل جمهور النادي الاهلي هو الجمهور الأكبر والأعظم في أفريقيا الجمهور النادي الاهلي جمهور واعي وعارف قيمة النادي الاهلي وعارف أهمية المرحلة طول ما بنقول جمهور النادي الأهلي في ظهر اللاعبين وفي مجلس الإدارة أي صعبات نقدر نتحدها ونقدر نعديها المرحلة مهمة جدا محتاجة مساندة كبيرة جدا من كل الجمهور اللي على قلب رجل واحد خلال المرحلة الماضية في الحلوة والمرة سواء مباريات وانتصارات سواء هزائم وممكن خسائر كل الأمور دي بنشوف جمهور النادي الأهلي بيساند والدعم وممكن دي مش كبيرة ومش بعيدة على جمهور النادي الأهلي بنأمل ان شاء الله المرحلة القادمة تكون دعم أكبر ومساندة أكبر لأن عندنا حلم كبير تاني عندنا بطولات عديدة عندنا سوبر محلي نشارف كاس العالم للأنديها من جديد عندنا سوبر أفريقي عندنا عدد كبير من المباريات فبإذن الله ان شاء الله طول ما جمهور النادي الأهلي في ظهر اللعي بنقدر نحق بطولات عديدة جدا تدخل دولاب بطولات النادي الأهلي أرجع معك كابتن أيمان من جديد طبعا للكوليسة الخاصة بفند الإقامة لترتيبات تركيز اللعبين ومدى الجهزية والحالة المعنوية المرتفعة والممكن نشايفينها مع فريق النادي الأهلي لأن خلاص زي ما بنقول اللي فات بنقفله وبنركز فيها القادم مباراة مهمة جدا نادي المصري بقياة الكابتن علي ماهر بيقدي مباريات مميزة جدا يصل إلى الكنفدرالية وخلاص يمكن ضمن خلاص يمكن يكون متواجد في الكنفدرالية يصل للمركز الثالث بأداء مميز جدا فمحتاجة موجود أكبر الحقيقة من العابة النادي الأهلي ومحتاجة تركيز أكثر كمان من بيتسو موسماني اللي بنعمل وبنتمنى إن شاء الله بإذن الله التسعين دي يكون إدارته ألفا نية من خارج الخطوط مميزة كعادة بيتسو موسماني التوفيق بيغيب معانا الفترة اللي فاتت لكن بنتمنى إن شاء الله بإذن الله مباراة اليوم التوفيق يكون مع فريق النادي الأهلي غيابات عديدة كابتن أيمن متواجدة طبعا في صفوف الفريق لكن الأهلي بمنحضر ده اللي بنقوله بنأكد عليه في كل مرة إن شاء الله في كل مباراة ممكن الغيابات النهاردة على رأسها محمد شريف اللي بنقوله إن شاء الله بإذن الله غدا أو بعد غد يشارك في كزئ كامل من التدريبات يكون مع فريق النادي الأهلي وليد سليمان اللي تم شفاءه بالكامل منتظرين إن شاء الله تواجدوا فيها تدريبات الجمعية بكل قوة محمود متولى أيضا كمان نهاردة شارك في التدريب اللي كان صباحي ناصر ماهر رؤية فنية أحمد رمضان بيكا من نوع رؤية فنية جونيور أجيل حقيقة يمكن عنده التهابات بسيطة جدا فيها العدلة الخلفية لكن إن شاء الله بإذن الله كل اللعيب اللي غايب عندنا خلال الأيام الماضية تعود من جديد لمشاركة النادي الأهلي في المباراة المتبقية من بطولة الدوري العام ومنها إن شاء الله لمباراة السوبر الأفريقي أمور طيبة جدا كالعادة طبعا في فندو الإقامة هنا فيها الإسكندرية المحاضرة يمكن انتهت خلاص بالنسبة لفريق النادي الأهلي كل الرتوش والتشكيل ويمكن لمسات الأخيرة والصغرات ونقاط القوة ضعف التكلم الحقيقي عليها بيتسو مسماني أكتر من مرة مع العيبة النادي الأهلي بنأمل إن شاء الله النهاردة التركيز يكون معنا تنفيذ المهام والواجبات الدفاعية والهجومية يكون بشكل قوي جدا لأن المباراة نهاردة يكون مباراة شارسة هيكون فيها روح كبيرة جدا من جانب المصري وبنأمل إن شاء الله من العيبة النادي الأهلي تركيزها كبير جدا حتى نهاية هذه المباراة كل التوفيق إن شاء الله لفريق النادي الأهلي في هذه المباراة ومستمرين معاك كابتن أيمن كالعادة هنا من فندق الإقامة وتوجدنا إن شاء الله في فندق طبعا في السيد الأسكندرية اللي يستابل هذه المباراة منها لتشكيل الأجواء الحضور منها يكون متواجد من أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي وبأمر إن شاء الله يستطيع النادي الأهلي الحصول على الثلاث نقاط وننظر بعد كده إن شاء الله بكل قوة بكل جدية للمباراة القديمة وهي مباراة الجونة لكن في هذه اللحظات عودة ليك والكابتن أيمن شاونا شكرا جزيلا زميل العزيز كريم أحمد